مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين وأهلا بيك وحلقة جديدة من برنامج الصحبجية والنهاردة البرنامج بشكل مختلف جدا جدا وفي البداية خلينا أرحب بيز ميلتي الجميلة أسماء المهدي زاكي أسماء عملا إيه ومبارك أهلا بيك يا عمد أهلا بيك وباستاذ المشاهدين في يوم جديد وفقرات متنوعة في برنامج الصحبجية النهاردة يا جماعة معنا كذا فقرة هيعجبوكم جدا معنا هقول الأول الفنان والدكتور وسفير النواية الحسنة وسفير الإعلاميين وسفير السلام موسوعة كبيرة ثقافية واجتماعية واقتصادية وفنية الباشا البرنس الجان الفنان أحسان تورك أهلا بيك يا فنان أهلا بيك وأهلا بيك وأهلا بيك سادة المشاهدين إيه بقى الطايت اللي الحلو ده قل لي إيه الطايت اللي الحلو ده وإيه أهم الجواز اللي أنت حصلت عليها الطايت اللي الحلو ده أولا من فضل ربنا سبحانه وتعالى ونعمة بالله التكريمات والجواز اللي حصلت عليها يعني طبعا أنا حاصل على جواز وتكريمات كتير جدا يعني الحاضر في دماغي أو اللي ممكن أقوله يعني حنقول في مؤتمر السفراء العرب كان برعاية طبعا الأستاذ أشرف الروزيقي والأستاذ أهمال كحلي كان مجموعة كبيرة يعني ده أنا تكرمت فيه وتقدرت يعني ولفت العالم ده ده لفت العالم دي رحلة قبل ما جي مصر خالص واستقر في بلدي يعني وطبعا أنا برضو حاصل على دكتوراه فخرية من جامعة نيو كاسل بنجلتر اه اختبالي الضغير بقى طبعا تكريمات كتيرة في مهرجان السينما في مهرجان تليفزيون وانا في كذا ده حاجات كتير قوي بجد أسمع يعني يمكن مش هتحضر دي ان انا أقول كل ده لأنها تاريخ فني يا فنين تاريخ فني حبيب دي ربنا يا شلي طب قولي يا برينسي الشاشة كده الناس كلها ما شاء الله اللي تليك أعمالها كلها مميزة وجميلة ما شاء الله بس في بداية أعمالها كده وبدايتك كدخول السينما أو الدراما المصرية كان ناس بتقول ان هي دخلت بالصدفة عن طريق الصدفة هل الموضوع ده صح او غلط وبدايتك كدخلت الزهد والله انا بالنسبة لك صدفة 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 بمعنى الكلمة يعني اتمنى يا ربنا بالعلم انا طول عمري كنت عايش بره يعني انا جيت مصر انا 26 سنة من عمري كنت عايش بره مصر وطلعت من مصر انا صغير عندي 17 سنة وجيت مصر طبعا اعمى جاهل عن كل الاحداث وكل حاجة في مصر حتى الطرق كنت بتوهد بتبالك ودخولي المجال الفني جي فعلا بالصدفة البحثة يعني ودي خاصته كبيرة اه يعني دي عايزة مثلا اقل ما فيه حلقة انه هو فعلا انحوار كبير يعني على مدخلت انا المجال انا كنت كان فيه اعلام في اختصار يعني كان فيه اعلام في الجرنان في الايام دي ومطلوب ممثلين وبتاع وانا كنت عندي كده شوية حاجات في البيت الارفاني فروحت المكان ده واتقابلت مع الناس وقالوا لأ انت اتجلنا يوم كذا في المكان الفلاني وكذا ومش عارف ايه فروحت يوم التصوير دوت وقعدنا وكان معايا طبعا النجوم انا فيش دعا طبعا لذكر الاسمال ده ان الفيلم ده اصف كان مصيبة اه وقبل ما نصور وكده او بنصور كنا قلت الناس بتكري وبيلموا المعدات والحاجة انا معرفش حاجة انا اقاعد طبعا ايه يا جماعة فيه علك المخرج مش نقابي والمنتج مش نقاب حاجة وهمية يعني تمام فمن خلال الاعداء دي بقى في زملة كانوا موجودين في ريجيسير بشؤون الموصلين معانا في العمل ولقيتهم بعد فترة بيتكلموني بقى بدأت من هنا يعني بدأت بالاعلان ثم الكليب ثم تولت العديد بدأت بعد كده بفيلم سحر العيون سحر العيون ده كانت انطلاقة حضرتك كانت اول حاجة ليه يعني اخدت مشهد كده مشهدين بتكلم في يوم ثلاثة اربع كلمات مع نين لي كريم ما شاء الله طب قولي يا فنين كنت عامل عملية في العمود الفقري من اصعب العمليات وبعديها بكام يوم جالك عمل نزلته واشتغلته ايه التحدي الرائع ده بسي انا بعبود ربنا سبحانه وتعالى نعم بالله وحاشق والهان مجنون بالشغل يعني انا بديع ربنا يعني ياخد ودعته وانا في شغلي ربنا اديك الصغل شر عليك ده لغا بس ابقى بشغلي ربنا اديك الصغل انا كنت عامل عملية في الفقرات العنقية سبعتاشر غرصة بسيطة يعني وبعد ما طلعت طبعا بعد ما طلعت من العمليات قعدت يوم في المستشفى والتاني مشيت نوع بعدها بتلت يوم بالضبط تكلموني فنزلت تكلمني يعني اللي تكلمني تامر نفسه ما فيما زعله ده تامر ابني يعني تامر حسن ابني يعني فقال لي بس مفيش حد مصر هيعمل العمل ده غيرك يا تا قال لا يعني كنت معترضة على حاجات تانية مبش على اساسة ان انا اروح يعني فالمهم نزلت وروحت عملت المشهد والحمد لله وكان قفاية بقى طبعا وبرضو من انجح الى افليم لو بنها يديك الساحة والعافية ده المشهد ده لما عرضوه معطوع نصه ليه بقى؟ ان هو طبعا تامر دبسني ان انا ادفع الحساب 900 جنيه في المطعم وكده ده السر اللي قفع نصه اه؟ ده السر اللي قفع نصه بعد كده بقى مفروض بيجي المتر بيحسبني فانا بقوله يا حسبك على ايه تصعبية جنيه انا بخدتش حاجة ايه تصعبنيش الخناق الخناق ده الخناق والأفنان كان فيه فترة انقطاع بى حضرتك من فترة كده ممكن تقولينا سرها كتير ساي بص، الكلام وموضوع ده كبير وشائك وشائك شائك جدا احنا عايزين ننبذج كده اللوب بالموضوع احنا طبعا الفترة اللي فاتت كان الانتاج والفن بشكل عام محتكر كان فيه احتقار لاحدى الشركات او الشركات الانتاج اللي هم حطوها مسؤولة عن الفن أيوانا مفهوم فهما الناس اللي كانوا مسكين الحكاية دا أولا دبحونا مسكينها بردة وما سموش علينا زي أبدا نقول يعني الموضوع مش من عند حضرتك يعني هو الموضوع شقي تاني يا عمد أنا بقولك أنا بديعي ربنا نانا لو ربنا عايز ياخد وديعته أبقى في شغلي أنا تخلقتي كده ربنا أكتهد وتحب عملك وفنان جدا نحن بتحبك يعني لأن في عمل في إحسان التورك مفيش أعمال مفيش إحسان التورك سواء كنت أنا بقى ممثل سواء كنت أنا ميكانيكي سواء كنت أنا دكتور في الجامعة إيه إيه لآخره يعني طالما أن في حاجة أنا بنزلها عشان نروح أشتغل وأرجع يبقى في البني آدم دا عايش ودي نصيحة أنا بوجهها لكل الشباب بتوع الجيل الجديد لطالع اللي هو العمل العمل يعني إحنا كنا زمان أيام بقى عبد الناصر أنا أعتبر من يعني حضرت شوية كنت تلاقي حتى المفارج بتاعت الترابيزات الترابيزات الاتحاد قوة بعدين يقولك العمل عبادة وفعلا دي حقيقة صح واللي بيحب عمل بتكونه على أكمل وجه طيب قولي يا فنان أنت عندك جانب عندك جانب إنساني ما بتقصرش فيه وبتقوم بيه على أكمل وجه بتقوم بيه إزاي وعايزة أعرف برضو إزاي حريص على أعمالك دي اللي أنت بتقوم بيها في الأعمال بقى الخيرين يعني أيام ما كان فيه شغل والدنيا ماشية كنت بوفق لإيه الموعيد حليل الدنيا خربانة ووقفة ونقول بابو على الهوى بقولها حزبي الله ونعمل وكيف اللي كانوا السبب فطبعا أنا مقدرش أتأخر لما بيجي حد يكلمني وليحنا عندنا مثلا إيه حفلة عندنا للأيتام وعايزينك تشارك معنا أنت ما تتصوريش قمة السعادة اللي ببقى فيها لما بلاقي طفل يتيم بلاقي طفل اللي قدر الله معوق ربنا ما يحكم على حد ويجي عندي يخش في حضي أنا كنت بعد مصرحية في اسكندرية من حوالي أسبوع فهو أنا خارج في الناس بقى الجمهور موجود عند الكافيتيريا بتاعت المكان فلقيت بنت قد كده عباريكي سوريتها بعد جبت با 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 ورحك جاية إيه عاببتي شلتها بقى وطالع من المصرح أنا مقتول شلتها من الأرض وعتى بوس فيها وتصورت وبتاع مش عارف إيه دي قمة السعادة انت عندك تقوز كل الناس بتحبك يا فنين الحمد لله الحمد لله دي نعمة من عند ربنا ده اللي أنا كسبانه من الوسط الثاني تيجي مثلا حنزور جماعة مرضى مثلا ده واجب ده عيادة المريك صدق فلن أبلاقي مجموعة فنانين مثلا بيبقوا رايحين يعني يزوروا مستشفى الماء حفلات برضو الأيتام بعض الأعمال الخريق كويس ان دي بتبقى برضو إيه يعني بتدي دعم بتدي دعم للناس دي بتحس بروح معنوية بتتافيع روحهم المعنوية أنا كنت عامل أغنية عارف أنت الفريق بتاع بابا فين أغنية بابا فين اللي حط نقاط على الحروف؟ لا لا بابا فين غير نقاط على الحروف لا دي حاجة تانية أنا أقصوا حط نقاط على الحروف ده كان بداية بارك صلا بحبا ده حطيني بحطة بنيلة لأ انت عارف اللي هما أطفال أنا حسنك سؤال بس بعدين بابا فين أنا بنتي نور اللي هي باطلة فيلم فارح كانت موجودة في الفريق ده هي بتقولك أنا توتة خطبوتة وبتاع كده يا بابا اه فأنا كنت عملت لهم شريط وفيه كم أغنية جميلة مجحة تقول أغنية دي الأغنية دي نجحت فعلا أعلى كم سنة نسمحها ما هيتلعت في وقت ما فيش فيه أغاني الأطفال فعلا فعلا ما فيش فيه مين يخطب الطفل يعني صح صح فالمهم يعني فمن ضمن الشريط كان فيه أغنية بتتكلم عن الأيتام كانت يعني بتقولك ما فيش اللي أنا فاكره منها ما فيش عندنا طفل يتيم ما معناته ان احنا كلنا وانا حتى لما بقول اي كلمة في اي مؤتمر في اي عفا ايه فينز ده ومؤتمر بقولهم بقولهم انتو مش اي تعمل ما فيش حد فيك وقتين لان احنا ان كنت انا ابوكم ان كان الأستاذة مثلا ماميتكم كذا ربنا يا حبيب فيه خلقه تتسحه قولي يا فنان في تميزة أدوارك بالبرنس رجل الأعمال الدكتور العظيم هل الأدوار دي اي حقق وعدو يعني حاجة كبيرة دائمة في البلد وزير وحاجات كتيرة هل حضرتك انت بتختار الأدوار دي ولا هما اللي شايفينك لا 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 انا في فترة في الفترة دي ومازلت برضو مش هقولك لا اول غاية دلوقتي انت باشا انا ماشي لان انا موصلتش للمرحلة اللي اعد اقرأ الدور وعشان افكر اشتغل او لا انا مجانتش ملايين من ورا الفن انا بالعكس كل غربتي كل بلوس غربتي شقة ستة وعشرين سنة ضاعوا في الفترة بس كان ربنا سبحانه وتعالى بيوفق في ايه بعم ربنا كريم دي الملكة يعني ده شهادة الاساس المخرجين العظماء اللي هما اتراكنوا برضو في البيوت زينا كده طلتك لا اقرأ الدور كويس تقمص الشخصية كويس حتنجع صح وده اللي احنا شايفينه في حضرتك حتى في الحقيقة وبعدين خد بالك الثقافة اهم من اي حاجة يعني انا لو انا ماشي في الشارع كده سي مثلا شفت واحد اهواجي اهواجي اهوة بلدي شعبي فهن؟ ببص الجرارة اللي شوف الجرار اه عارف يعني ايه الجرار؟ لا والله يسعى بحالي الجرارة اللي بيجدلك الاهوة والشاي اهوة في القهوة ده اسمه الجرار ده اسمه جرار اه اه اللي عن ناصبة بيعمل لك الشارع اسمه معلم اه المعلم الناصبة فانا بشوفه وبعرف لغته ممكن يجيني دور عامل فيه اهواجي اه ما ينفعش تعملي حتة؟ حجت ايه؟ حتة فيها حتة كده شوفتها انت الي ايه بتاعت زاكي فول؟ اه بتاعت فول اه زاكي فول زاكي ادرا زاكي فول ايه؟ لأ يعني اوة قلتها حلو قوي العلاج ده كان مصطفة منو كان صطفة اه فبقول للستاذي المخرج اه المهم بقول له انت عايز اي سكة ما لازم اسأله السؤال ده قال لي بص يا أستاذ أحسان انت اسمك زاكي قدرة قال لي بس يكت عادل أدهم احسان التركي وده عادل أدهم بس الحمد لله ربنا كرمه وديته أنا بقول له الولد الصابي اللي معين خد يار بأنت مش عارف فول أجدادنا فول أجدادنا ده معروف من أيام أجدادنا أيبا يا معلمي لا معلمي دي بكت على المصرح وكوميديا ودراما وكت مشكلة يعني وأشات بيها رحمة الله علي الله ورحمه الأستاذ فهمي الخولي وفيد المستنيني برة في الكافتيريا بتاعة المصرح في اسكندرية ما يقرب من نصف ساعة وأكتر دغت ما روحت له كنت وقف على المصرح اللي بيتصوره والناس كانت جاي عملت إيه يا أخوانا فيه ولكن إحنا متعودين عليك والبابيون والسجار أول مرة نشوفك معلم بك جلبية والعضاية والأمم مش شافي السجار معلم فقال لي قال لي أنت يعني أنت إيه اللي عام له ده فقال لي يا أستاذ فهمي إذا ما أنت ممسك قال لي أنت ورتني عبد الفتاح الأسر ووريتني محمد رضا ووريتني تغفيق الدقل وبرضو عدل طب قولي يا فنين نور بنتك أنت اللي منعتهم التمسيل أه ليه بقى مع أنك أنت هاوي وحابب الفن معلش بعد الثورة حلو كده إنت شايف أن الدنيا تغيرت يعني كيبني ده مضموزيل وبتاعم عندي أيمن الكبير برضو أنا بطولي خلص درستك وعمل اللي أنت عايزه أيمن موسيقى يعني بيحض موسيقى تصويرية للأفلام والمسلسلات عمل هو الألبوم بتاع خليط سنين من الأخير الحمد لله أقرب عندي بقى المشكلة الكبيرة آدم آدم ده الوحده كارسة بقى تسع سنين بس أيوا فعلا ده كارسة فعلا آه كارسة يعني أنت يعني أنت قابل يما هي الفكرة هنا تختلف أنت كده معنى أني بنت لأ والولد آه آه أنا صعيدي في الأساس آه قول بقى كده طيب قولي أنت منين في الصعيد طيب منين أصلك في الصعيد بس أنا في الأساس والدي توركي آه طيب كان عايش بالإقامة في مصر غالة الصورة العرق التوركي موجود لأ كان عايش بالإقامة في مصر غالة الصورة واخدت الجنسية المصرية بعد صورة آه آه طب إيه رأيك يا فنين نكمل بعد الفوصل نكمل نمش فوصل سريع ونرجع لك فوصل وانواصل بس كده غلبي ورجعنا بعد الفوصل ولسا مكملين معنا معنا النجم دينيسي الشاشة الأستاذ الفنان الجميل مبدع سيد حسان إحسان تورك أهم بحضرتك مرة تانية وكنا بنكمل كلامنا عن آآ حديثنا اللي احنا نغطح معك فضل تكملها آآ زي ما قلت لك أنا والدي يعني كان عايش بالإقامة في مصر غالة اتنين وخمسين بعد كده أخدت جنسية المصرية بس بقى الحاجة عندي يعني الله يرحمها طبعا ويرحم والدي برضو ربنا يرحم فرعي بقى فرعي في صهاج آآ صهاج وفرع أحسنين في الشرقي آآ بس طبعا أنا متطبع بطبع أهل والدتي حتى في الشكل يعني آآ العرق تركي وعرق سعيدي يعني خلق آآ يعني بس الحمد لله يعني على فكرة يا جماعة أنا السعادة بس زي ما أنتم فاهمين آآ السعادة من أبسط وأجمل ناس هو بس تحاشى الواحد منهم لما يكون غضبان بس الغضبان أنا بقولك بتتحول مع المية وتمانين درجة لكن في غير السلك هم ناس محترمة جدا وجميلة ومش بتكلم على صهاج بحالة خاصة أنا بتكلم على يعني كنت في قسنا من فترة قسنا ناس جميلة جدا بني سويف كذا اللي أنا ليا أصدقاء تقريبا معظم محوظات 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 مصر العالمية والناس كلها بتحبك حبيب أنا بحبهم بيدنا طي قول لي با يا فنين إيه رأيك دلوقتي في الصناعة المصرية في الصناعة التصناعة المصرية حاليا بس هقولك على حاجة أنا مش هقولك على اللساني عن زمان وعن دلوقتي بس هو في فرق شاسع اهي أنا حقتصرها لك في كلمة زمان بنقول زمن الفن الجميل صح هل هزا هزي الكلمة يعني اتقالت على زمن الحالي احنا كنا بنخش السينما بنتعلم بنتعلم حاجة من الفيلم اللي قدامنا فالنهار ده اختلفت العملية تأثد ان احنا افتقدنا بعض المعايير مثلا أو بعض احنا افتقدنا حاجات كتير ما انا عايزك تشرح لي ويقول لي ويوجد نظر احسان تورك انت شايف ايه احنا افتقدنا نفسنا احنا كممثلين احنا افتقدنا نفسنا ما هو الصناعة السينما اكيد طبعا لها تغيرت مع العصور والتكنولوجيا والالكترونيات ايه بس انا عايز اقول لك حاجة الجالة تغيرت لا مش بس كده مش بس كده لازم تحافظ عليها انت كنت وليودي الشرق لازم تحافظ عليها طب انا عايز اقول لك على حاجة رغم ان احنا عندنا الامكانيات دلوقتي كل حاجة احسن من الاول في كل حاجة الامكانيات اعلى بكتير لكن معرفش لي مش قادرين نرجع برضو في حاجة نقصة البيزنز هو اللي عامل كده المنتج او شركة الانتاج عايز اترمي مثلا ساي مليون جنيه قبل ما يوصلوا للارض كلها امام عشرين يعني بقى الموضوع مادي اكتر او بيزنز اكتر وهي اتجارة اصلا هي اتجارة بس كان زمان بتلاقي ناس مواهب بتحب الفن يعني المنتج كان يقولك انا انا ما حضرتهمش الناس يعني فقد ان انا عمري الفني 17 سنة بس على ما اسمع لان ليه برضو اهلي في منهم كتير في الفن يعني وكده المنتج دي كان بيجي مثلا يعمل فيلم شايف قصه شايف حدودة حيفيد بيها فنان يعني كان مثال فاكرة فيلم او شفتي فيلم اريدو حلا اه بسبب الفيلم ده اتخلق قانون وبقى ساري عليه اللي هو اصدق بياردو قضية وبينقشوها وصح كنا في السينما مثلا رصيف نمرة خمسة الفيلم بتاع فريد شاو اللي ارحمه وزاكيروس بحبه ده قوي يعني احنا عرفنا انه القاتل ده بيتمسك او بيتقبض عليه لو بعد حتى ميت سنة صح شفنا مثلا المرأة المجهولة بتاع شادية اللي ارحمها برضو كنت تشوفي شادية في قول الفيلم شادية في اخر الفيلم لما ادمانت بقى بقى تاخد حق انا ومش عا شفت بقى شكلها عامل ازاي وده برضو عارفت ان المخدرات والحياة دي بتضيع الواحد دي رسائل فعلا حاجات كتير 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 طب قول يا فنان حضرتك لك اعمال كتيرة ومميزة هل في عمل من الاعمال دي انت حضرتك ندمان عليها لا انا بص انا زي ما قلت لها انا بحب اي عارف لو لو شط كده معدي قدام الكاميرا باعشة الشط الشط ده مفيش حاجة انا وقفت مع مين انا عارف كنت مع فتاح اه يعني انا عارف حتى منزلت اشتغل استاذ عادل ايمان مدام سبيل احمد مجوم صف اول كلها احمد الساق الناس الكبيرة خالد صالح اذا تبعوه في الناس دي العظيمة دي كلها وبعدين الاهم من ده كمان مين المخرجين اللي كنت بشتغل معاهم انا لسه كنت بحبي يعني في المجال اشتغلت مع الاستاذ يوسف شهيد استاذ عاثمين عبد الحافظ استاذ علي عبد الخير يعني بدايتك كالبداية قوية طيب بمناسبة الكلام ده الفنانة سميرة احمد انت كنت لكده مصرح ان ان انت وقفت زي ما اعني ما بيقول فتاح لفتاعة الفن شعب اسمائي فتاح الفن بس كنت هي لها معاصد خاصة عندك بس برده كنت بتقلق منها في المشاهد بس انا مكنتش اعرفك رايح اول مره امثل مع استاذ السميرة احمد وكنت انا وقفت في الايابني مع الزحيم عد الامام اشتغلت معاهم مع يسرى ومع الناس الكبير كنت بتقول انا بخش اشتغل عادي وانا من الماني وانا رايح لما خلنا نعمل بروفا كان قلبي ده فعلا بمعنى الكلمة هيطلع من سيدري ليه انا بعد ما عملنا البروبا بقى وهو كان المشهد سخن شوية وروحت هابد المكتب بتاعها على المكتب كل اللي عليه طار ما كانش موجود في السكريب خلاص ستوب البروبا بتاعها وبعدين رحت هي نادها بقى للأستاذة رباب حسين ربنا يا مسيحة بالخير أستاذة مخرجة على الله اه عظيمة اه وانا جاتني بقى للأستاذة قالت لي بالراحة مادام ساميره مش حملة بعد كده عملت معا انا برضو حاجة تانية وكانت الحمد لله يومين بقيت وصحاب بقى والدنيا تمام اوه بس يالك حاجة فضل ربنا علي ان انا كل الزمن دول حبيبي وصحاب بس فين؟ في اللوكيشن انا ما بطلع من اللوكيشن ولا بكلم حد ولا حد بيكلم طب حضرتك في اعمال جديدة حابت دلوقتي شغال فيها مثلا اعمال جديدة؟ اعمال جديدة منين احنا في الوضع السيء اللي احنا فيها الكورونا هابت هبتها الكورونا وما نشوف القائمين على الاعلام هيعملوا ايه دلوقتي بعد التعديلات اللي حصلت دي طيب انا عايزة انا من خلال برنامج ده للمرة الالف ايوا ومسرة عليها والاخر يوم في عمري انا من خلال برنامجك بطالب بمقابلة السيد رئيس الجمهورية انا طالب اقابله لو اخر الساعة في عمري ان شاء الله هيحصل ان شاء الله كلنا طالبين والله واتشرف طبا اخرف لنا يا الله في حاجات يمكن استاد القائمين مثلا عليها في حاجات خلاص باي باي طب عايزة هيتعرض دلوقتي فيديو يا جماعة هيتعرض دلوقتي تقرير هتتفرج معنا يا فنان عليه وبعد كده نكمل التقرير ده يا جماعة احبه فيه اشكر فيه الاستاذة هناء صاحبة التقرير هناء عيد نموذج مصري مشرف شكرا جروب خليك مشهور والقائمين عليه وفنانين ومبدعينه شكرا الداعم الداعم الاكبر والرئيسي المستشار حسن حميد رئيس مجلس ادارة الماس الشرق التقرير هيتعرض معكم هناء عيد من مصر وانا حاليا بكلمكم من الامارات الشقيق امارات بصراحة بلد جميلة جدا وانا اقهى ناس في منتهى الرقية والاخلاق فانا انتهستها فرصة ان انا اوجه لهم كل الشكر والتقدير انا سوت معاشي معاش مبكر فقلت اتجه لمجال الهندباد فقلت عشان اتعلم الحاجه صح لازم اتعلمها على اصولها ومن اهل العين فروحت اخدت بفضل الله اكتر من كورس في اكتر من مجال وشغلي كله متنوع اخدت كورس اميجورومي اخدت كورس بلد طبيعي واخدت كورس خرز اللي هم علموني شغل الهندباد منهم الاستاذة سوهير كريم دي علمتني الكورشيه والاستاذة سامير يوسف طبعا لها كل الشكر والاحترام وليها معزة كبيرة جدا في قلبي ان هي علمتني ازاي امسك ابرت الكورشيه ومن ابرت الكورشيه ازاي اطلع عروسة اميجورومي في منتهى الجمال وفي منتهى الدقة ودي عينات من عريس الاميجورومي دي عينة من عينات العريس الاميجورومي دي كلها هانديميت والخط اليزا وده شعر حريري فطبعا انا بشكرها جدا هي تعبت معايا وليها كل الشكر وطبعا كملت بعد الاستاذة ساميرا كملت مع الاستاذة رباب اتعلمت منها شغل الجلد الطبيعي بشكرهم كلهم جميعا فده ما حضراتكم كده شايفين ان الشغل بتاعي متنوع اتفاجئت بجروب خليك مشهور ان هو بيدعم كل فناني ومبدع الهانديميت بصراحة كنت مبسوطة جدا وكنت بتمنى ان انا اكون في الجروب ده ان انا اشارك فيه وبفضل الله ربنا قرمني وشاركت وخدت وسامل التميز وخدت سفير الابداع من سيادة المستشار حسن حميد رئيس مجلس ادارة انماس الشرق طبعا انا مش هارف اشكره ازاي والله مهما شكرته طبعا مش هوافي حقه في الدعم الجميل اللي هو دعمهني ومش انا بس اللي هو دعمني بيدعم كل فنانين ومجالات الهانديميت بصراحة ما شاء الله دعم الاطفال الصغيرين دايما نكرمهم الشباب اللي بيشارك باي شغل جميل بتاعه بيكرموا الناس الكبيرة اللي زيه كده اللي شاركوا بيكرمهم وكمان ما اكتفاش بالتكريم ده ان هو بيكرم الادباء والشعراء واجمل لفتة انسانية هو عملها ربنا هيجازيه عنها خير الجزاء ويجعلها يا ربي في مزان حسناته ان هو قرم ولادنا وحبيبنا زاول الهمم الخاصة ما شاء الله كلهم قرمهم بشاهدات تكريم يعني بصراحة نازل علينا بفضله وبعطاءه على كل على كل مبدع فنان الهانديميت بان هو عمالي نازل علينا في التكريمات الجميلة ربنا يا ربي يجعلها في مزان حسناته ويجزيه كل الشكر والواحد طبعا مهما تكلم ومهما وصفه مش هيقدر طبعا يوفي حقه هو فعلا انسان 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 لك كل الشكر والتقدير سيادة المستشار حسن حميد وبشكر اسرة برنامج السحباجية الجميلة المتقلقة أسماء المهدي والانسان الخلوق اماد النمر والسلام عليكم اعزائي المشاهدين بعد التقرير الحلو بتاع الاستاذة هناء عيد فعلا زي ما انا قلت قبل كده نموذج مصري مشرف وبرضو هاشكر تاني الجروب خليك مشهور ان فعلا بيطلع مبدعين سواء في كل المجالات هما كلهم مبدعين والقائمين عليه ايمين بدورهم بصراحة دور ايجابي وفعال جدا مع الفنانين وشكرا جدا المستشار حسن حميد رئيس مجلس ادارة جريدة ماس الشرق هو الداعم الاكبر لكل الفنانين وهو اللي بيكبر الجروب وهو دايما لامن بكل المواهب في كل المجالات فشكرا لكم اتفضلي فنان هو عايزين نسأل سؤال ايه اهم اعمال الاستاذ المبدع في حسن تورك وهل فيه كواليس لحضرتك انت حضرتك شفتها احكينا بقى كواليس انا سبق قلت لك اعمالي انا بعشها وبحبها بس اكيد فيه حاجة مميز والله طبعا كان المميز مع الستاذ عادل امام مع الستاذ أحمد زاكي الاستاذ احمد زاكي الله يرحمه كنت ايه كنت عامل معه مع علي الوزير وعمل مع كذا حاجة بس مركز فيه مع علي الوزير واخد بالك رجل جميل جدا طبعا كان كان بكون مع الزعيم عادل امام فخر يعني الطأم كله اكيد فيه حاجات كده كانت بتحسد بقى من ورا الكاميرا وأكيد في حاجات غريبة كده ممكن تحت هنا والله بص هو حاجات غريبة لا لكن هي حاجات كده تعتبر بالنسبة لي شبهة عادي يعني خلصنا المشهد في البريك مثلا إحنا قاعدين قاعدنا والنجم اللي معايا إن كانوا سيد عاد الإمام كان أحمد زاكي إن كان خليف صالح إن كان عايزة تبقى كده يعني وحديث نقطة مش عارف إي حاجاتي يعني حاداتك بتقعد ممكن مع القاست عادي كده ولا في بيتبقى مثلا في مكان تين لا 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 احنا كلنا بتقعد بقى بقى طيب قولي يا فنين إيه اللي حصل بينك وبين المخرج الكبير يوسف شهين إيه الحكايات اللي إحنا سمعينها أقولي متكايا كده متكايا دي يعني محدش جابها لا ولأنه بقى إحنا خبر حاصر هو من الفنان لينا هو أنا في بدايتي خالص في بدايتي خالص كنت طبعا غشيم يعني أعمى معرفش حاجة وأنا كنت عايش برا فمش عارف مين هو يوسف شهين فكلموني أستاذ إحسان تعالى أستاذ يوسف شهين عايدة مين يوسف شهين مخرج يا عم مخرج يعني إيه؟ يا عم إحسان تعال حاضر مم روحتي يعني أسر الكلام فأنا رايح طبعا لابس بدلة وجرافطة ومندير وبتاعه طب وكان سنك كان في الوقت ده؟ كان سنك قد إيه في الوقت ده؟ ده الكلام ده من حوالي 16-15 سنة ده في بدايتي خالص كنت عجوز بقى؟ لا بك قلتش كلمدين وجين اممه فأرايح ملابس بقى علي ح даль حابب "'كلِه زى ما بيقوله اممم فدخلوني أستاذ يوسف أستاذ يوسف المكتب كده من جمعه امممممممممممم وقعد عن المكتب كده بالجنب امممممممممممممممممممموقط ايمحاتك ما الأداقال تعرف تعملي دور عبيط باللبس ده وشايف بالهايلمان ده كل انا وقفت فا ما ردتش عليه انا وقفت كده والمكتب كده وهو قاعد ياكيد رحت اللافف انا على المكتب داخل عليه هو واختماسكه طب اديني ربع جنيه لما ادتنيش ربع جنيه انا هاعمل اطلع بره اطلع بره طردني بعدها فات يوم والتاني بقى كلموني قالوا الساعة اتنين بالليل تجي في مكان في شارع الالفي في القاهرة يعني رحت عملت معا بقى اسكندريا نيويورك فيلم اسكندريا نيويورك طلعني ايه بقى صاحب خمارة صاحب بار يعني من كده لكده يعني من كده لكده هو تتبصة اللي بصها لك في الاول كان بصي فنان بصيلي بصة قمة اللي احتكار مو عايز صلى بقى لجواك بقى لحد مش اتبقى بقى زرجن وإيه ومش إيه بتاعي يعني مش اشكو ايه 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 يوشف شهيني يعني ايه يوشف شهيني ربنا هو استخبر الله بتاع ده 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 مكنتش عرف طبعا الله وده اللي خلاك تعملوا الدور قوي يعني ان انت مش مش متخيل لا انا روحت على عماية اصلا روحت فجئت بيه هو قاعد ويوسر كانت قاعدة كده وهالا صدقى محمود حميد وولا جيته قلت يا نهاريس واحدة انا شات موامله بك عرفتوا دلوقتي قالهم يلا 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 يا خالد يا اعماد بتاع يلا الدنيا الدور حفظته مم انتايم يعني الرجل قالوا الساعة 2 كاميرا الساعة 2 بالثانية مو انت انت يعني انت بتقول دلوقتي عندك زي ما انت بتقول دلوقتي في سؤالك ان انت او في اجابتك بتقول ان انت حافظ اعملك مدكن اعمالك طب انت عندك الموهبة بتطلع المشهد زي ما انت عايزه زي بتطلب منك واحسن كمان طيب ليه ما بدأتش من صغرك انا كنت عايش برة العمري انا عندي 17 سنة وجيت مصرف انطلقت من دولة الكويت ايه؟ انطلقت من دولة الكويت ده دي كانت الامتلقة منها كنت بروح مثلا ايروبا امريكا بروح اي دولة تانية بخاتش هاداتك من هناك من عايزه اعرف القصة بصي لا انا دارس سياحة وفنادق في معاة سانت اليوزان في سويسرا دراسات حرة يعني مش حقولك كنت طالب منتظم ومش عارف ايه والكلام ده ودارس سيلزو ماركتنج في كاليفون في امريكا وكنت شغال برضو في السيلزو والماركتنج احدى شركات السيارات العالمية يعني وكنت برضو ليها مشارك في تأسيس الشركة دي لما رجعت على المنطقة العربية في سنة خمسة وثمانية طبعا رجعت تاني على الكويت يعني عادينا انا اشتغلت حاجات كتير يعني مش مش حاولي كنه ده الفتر دي كلها ما كنتش بتفكر في التمثيل لا 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 ولا على بيلك بولك قالي كنت نازل من البيت وكان عندي مشكلة كده في البيت مع المدام وارفان ونفسيتي زبالة يعني وقعت بفتحك الجرنان لقيت الاعلام بتاع ما قلت ام روح اتفرج على الناس دي بيعملوا ايه وكانت ورحمه الله وبعد كده مشيت الدنيا الحمد لله بس برضو بس جات وقفتها خربوا بيتنا منهم لله لا ان شاء الله الدنيا ان شاء الله هترجع تاني بقوة وبقوة طبعا الكتور من الانسان في ارادة وحضر لك طبعا اعمالك كبيرة ده كانت تكون ان انا ممكن ابتك ان انا بتقابل مع واحد زيك او واحد زي الاستاذة او 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 انت فيه مختفل ايه انت شفت مسلسل كذا انا مبشوفش بقى لربع سنين ما بفتحش تليفزيون عندي في البديد يا قرآن يا مجز الانباء ده فيه مسلسل كذا ده فيه واحد طالع بشخصية كذا مثلا العنف يمثل يعني الجمهور العادي بقى يفهم معارض يعني بقى يتكلموا باللغة بتاعه ده دخل يقول ناشيت بيرمي الكلمتين ويمشي طبعا تمثيل فيه الاكشنات فيه نظرات صوت فيه مناطق بيتكلم منها في جسمنا مش بنبقنا بس زي ما الناس فهمت صح 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 مش بيقولك فيه ناس بتعمل مشاهد صمتة فيه اه طبعا طبعا ما اقول لي ايوه اقول لي كده ايوه اقول لي كده كريب بتاع حط ناطق على الحروف اه ما انا مش ناطق فيه ولا كده اه انت كنت بتمثل بس بس هي معلومة وش ليت للناس هم فعلا انت راضي عن الكريب ده يا أستاذ الحسن بابص اقول لك حاجة اه عسك فيه ناس برضو تعرف برضو فيه تكاية برضو بتحصل كده في الفن اه احنا 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 اكيد فيه حاجات كده برضو اعرف المساة اللي بيقول لك ملقاش في اله في وردة ايب قالوا احمر خدين احنا لازم عندنا يطلع ناس فلاسفة بتتكلم ويقولوا ويتكلموا وينتقدوا ويعلموا ويساووا لكن لما بتيجي تلاقي ده ما كان حصل في الاعمل اللي فاتت يعني اما شوف ما تفرجتش على اي عمل في التلفزيون العلمي حتى المداح ما شفتوهش حلقة بتاعتي ما شفتاش يعني بس الارواق كاتفين على الفيسبوك صح بتلاقي عماد كاتب واسماء كاتبه محمد كاتب وفلان وعليا اه الناردة الالسوشال ميديا الناردة واكلة اتجوق واسقى فعلا فعلا ولما بيمسكوا بقى حد وو بيردوش على حد ده لو اخيدي بالك وما مش بيدوسوا على حد بالباطل بالحق اه فعلا لا مش بقولك بيدوسوا على حد لما بيمسكوا على حد مثلا حاجة خلاص يلا استلامة تلاقيها منشورة بكل بتفاصيلها اه غلط بقى صح ما من غير تأكيد يعني للخبر لا فيه ناس يعني بتنزل الخبر كاذب اللي هو يعمل يعمل ترند فيه ناس بتروح ايه ركبة الموجة و ايه وشغال عليك بالضبط اه فعلا قولي يا فنان فيه شخصيات حالين تتمنى تشتغل معها بعد اللي اشتغلت معهم مفيش لا بس اكيد فيه حد طبعا كمثال حلول في تجيلي الشباب مثلا مصمم الشباب برضو يعني اه يعني اشتغلت مع محمد رمضان اشتغلت مع اه السقه اشتغلت مع ياسمين صبري اشتغل يعني مفيش حد نفس اشتغل انا نفس اشتغل بس اه 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 طي محمد رمضان انا من الشخصيات الصراحة اللي انا بحبها جدا اه وطلع فيه ناس كتير اه انت قدوب بعض الطريقة والالفاظ ومش عارفة ايه وانت قلت يا جماعة ده اه مشهب اه او ده عامل بيتطلب منه هو كانسان مش هو ده لأ محمد رمضان يا بصي انا بصي محمد رمضان والتامر حسني بعشاء الاثنين يعني ام ممكن ما حسوهاش بس بأمانة انا بتعامل معاهم كأنهم ولادي او اخواتي الصغارين بمعنى كلمة يعني اه محمد راجل بسيط جدا وراجل مخترم يعني خلي بالك اسيبك من الحركات اللي بيتكلموا عليها والحاجات دي كلها بس انا انا مليش دعوة هو محش معاك بس معينا حلوة هو كاسلوك احنا منش دعو بيه هو كل واحد هر لكن هو الراجل معاي زي العسل اه في شغله والناس كلها تحبه وبتحب الفن تامر نفس الشيء انتي انا ليه انتي بتتعامل الدين معاملة دين معاملة انتي بتتعامل انتي وحشة مع عماد مليش دعوة بس انتي معاي ازاي لكن هو في الطبيعي الفوز ولا بيطلع مش عارفة ايه ما تواصل الكلام اللي هو بتاعد يتقال او دي حياته الطبيعية او دي مش عارفة ايه اللي هو بيطلع بيتمنظر اللي هو حاجات كتير كل واحد حر كل واحد حر ملم يدر ملم يدر ملم يدر عشان كده انا بقولك انت كصاحبك واحد تعرفه معارفة شخصية اه اه وفنان مشهور زي كلنا بنحضبه واشتغلت معاه في كذا عمل فانت تقولي اه وجهة نظرك من خلال برضو فنان احسان تورك فانا كنت حبس مع رأيك انا قلتلك رأيك محمد بالنسبالي انسان محترم وانسان كويس لانه انا بيتعامل معي ازاي مليش دعوة بقى بيتعامل مع القاعد جنبي ده ازاي مليش دعوة تمام طيب قولي يا فنان عندك سؤال عايز تسأل فنان لانا كنت عايز اقول له شايف الاستاذ احسان تورك فين في المستقبل بعد الكلونة والقابل الكلونة على الوضع يا السيء اللي احنا فيه ده في البيت طب يتصلح ازاي؟ يتعالج ازاي الوضع السيء؟ من وجهة نظره دي حاجة كبيرة ما كنت عايز اعد مع حوايس ليه لفيه خرام محدش عارف يوصلها زينا يعني في الشغل ده وفيها وصايا وفيها شلالية هترجع نفس الحدوت المنظومة زي ما كانت قبل بص سيد دنيا انشاء الله انشاء الله احنا عندنا امل عندنا امل الدنيا في تصلح وهتبقى حلوة لان اخذي بالك انا مش بتكلم عني كممثل او كممثلين احنا ما يقرب من مليون ونصف اتنين مليون مني ادم شوف انت مثلا الكاست بيبقى خلف الكاميرا كم نفر مش اقل من ستين سبعين نفر هم فهم الناس دي اللي بقى عافش بيته واللي بعد اهم مراته ان شاء الله الايام الجاية بص احنا برضو نقدر نقول اه ان شاء الله الايام الجاية طب قولي يا فنان حضرتك ليه ما دخلتش في عالم الكوميديا وانا تشايف نفسك في الكاريزبا ومين قالك ان انا مش مش بشتغل الكوميديا مسرح اه مسرح اه عودة ريا وسكينة ايه وباكاكا شو والا كان الاستاذ فاهم ان الله ارحمه جاي تعال انت وريتني عبدالفتاح بالحرف كده اه وريتني عبدالفتاح الاصري ووريتني محمد ريضة ووريتني ايه استاذ اه كنتش عارفه طبعا في الايام دي برضو اي واي اي اي او لا لا كنت عارفه استغفلنا انا اسف اه يعني الرجل وصفني في الكوميديا وصفني في الشر وحاجات زي كده لانه المشاف المصرحية كانت فيها كده وكده طب نفسك تمثل مشاهد معين انا بمثلش انا تمثلت كل حاجة مش اوضر في حاجات انت نفسك تمثلها اه طبعا دي ايه الكراكترات زي المعلقة بتطلع بس على التلفزيون او على الشاشة زي الصعيدي والمعلقة كوميديا مش لازم الكوميديا بص يا اماد اللي انا بعرفه وبفامه كويس قوي والمهاردة لو حابه اتفرج على حاجة بتفرج على ابيض و سود الكوميديا ما هيش لابس واحدة ست او اعملك مش عارف ازاي الكوميديا كوميديا موقف موقف نفسك انت كفنان ممكن في حوارك بتخلق الموقف و ساعة راكشن واحد الدنيا تتعلم كوميديا وهيزار او افي تعلمت بي او مثلت ال افي صاحب تلعب احساسك وبطريقتك بيعلم في الناس و بيعمل بصمة فعلا يعني انت دلوقتي لو جالك اي دور ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا يفتح علينا كلنا يا راب ربنا ان شاء الله ان شاء الله الدنيا تشتغل مش عايز تعمل ادوار كتير مش دور الباشا والبرنس و قلنا زي ما قلنا و مش عايز دور معين يعني انا راجل بتاع تسويق اذا لو جيت عبدتو دور معلم مثلا والناس عجب ده الحتة يمثل انت قلقت هالي دي تحفة اقولك ايه بتاع الاستاذ فدان المخرج طلع اللي جوه الاستاذ احساس ده خلاه عمل معلم يا عم مش هيبه فاهمين انه ايه ان الممثل هو اللي مجيد للحتة دي فهمت ازاي و دي برضو انا بعتبرك كتسويق يعني انت متعودة تشوفيني زي ما قلتلك الناس ايه ايه بتعودة تشوفيني في البابيون والسجار والبدلة و مش عاربه لما هتلاقي الراجل ده ايه ده مثلا افيش مثلا لابس معلم فيه ولا ده ولا ده خدت بالك فدي برضو كماركتنج حاجة كويسة للفيلم او للمسلسل او 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 طيب هو المخرج اللي بيشوف فيك كده ولا كاتب السيناريو ما هي بنت الموزيم مختلفة كلها كان زمان الاول بيقعد المخرج وكاتب السيناريو يعود يرشحه الشخصيات ما يقدرش بني ادم يعني لو قال عايز اسماء هي اسماء اللي اذا كان اسماء مش فاضي ضادع تاني لكن النهاردة المخرج بقى بيتبعيت له خد اقرى الورق ده وتعال اعمله ودي الترشيحات حقا جايبين اسماء هنا وجايبين عيمات هنا وجايبين إحسان هنا طيب مجربتش زي ما بيقولوا سبوبة اه بقيت سبوبة دلوقتي حضرتك مجربتش تخرج بره كاريزمة اللي هو البي والباشا الحبيبي من اهو انا عارف القراجط مرتين بس الاغلبية الادوار كلها مميزة فعلا بس انا رب اتكلم في نقطة ان هي الكاريزمة حضرتك والكاريزمة بتاع حضرتك ان هو باشا وزير شايفك برينس الشاشة فعلا حضرتك فيه ادوار اكيد نفسك تمثلها انا قلتلك دلوقتي نفس الادوار اللي انا عملتها لها زي مثلا المعلمين والصعيب والكوميديا وحاجات زي كده ايش شايف نفسك فيه تتعامل على تظهر على الشاشة اه انا عملتها مصلح بس تظهر على الشاشة يا ريت بعد ما صرتك الجميلة الاعلامية والفنية الجميلة دي والتكريمات اللي ما حصلتش وتمثيلك مع النجوم صفة اول وما شاء الله ابدحت وكنت بجير مهرجان جرش ومهرجان كرتاش على فكرة في 2008 اكيد طبعا كمان اوه انت حضرتك يعني انا مزيع خلي بالكم انتو حرين انتو الدي احنا هتعلم منك بقى احنا عاملين حضرتك كده هدية من اسرة البرنامج من انا وعمل باسرة البرنامج حبيبتي ربنا يخليك هدية من جريزة الماس الشرق جريزة الماس الشرق تحت رعاية المستشار حسن حميد ربنا يخليه مسيه مسيه يا معايا المستشار حدنا حضرتك مرسيحة بس دي الكاميرا بتعيقنا استاني عمال حاضر حاضر ايضا بطهله هون وقفة بقى كده اه خالق زيقوا اتصدئ اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدين نلتقي بكم في كل اسبوع من كل سبت وعايزينكم على طول دايما متابعيننا وعايزين نشكر برضو الفنان الجميل ورتنا جدا النهار ومسها الجميلة الرائعة وان شاى الله نشوفك في الحلقات تانية شكرا يا فنير إحنا اللي بنامت بصوتيتي جدا أنت فرصة جمعتوني مع السادة المشاهدين إن شاء الله ربنا ووالله ربنا ورقنا وشرفتنا أنت زوقامة فنية لي بكل التقدير والاحترام ووالله فننا وشرفتنا باي أعزائي المشاهدين نشوفكم على خير إن شاء الله باي باي